ترجمة نانسي قنقر مايا كيف خلق تكرة الإفنت وليه The Power of She The Power of She هو الفكرة بصراحة الورجنايزورز يلي طلعوا فيها لأنه الكولابوريشن between women to empower women وبترابلوس خصوصي بترابلوس يعني كمان السيدات عم يعملوا عمل كتير حلو بشكل عام وانتو كمان بهيدا الإفنت عن جد حسينا كأنه نحن ببرات لبنان حتى الأفكار يلي بنخذها عن المناطق أوقات قد تكون خاطئة وقدي حلو أن الناس كمان كانوا يروحوا وهلأ رح نشوف بعد شوي ريكب مايا شو كان الإفنت بشكل عام خلينا نرجع نعطي فكرة الإفنت بشكل عام كان هو بلشت الفكرة وقتها أنا كنت عام بعمل كالكشن 2024 ومن بعد كل شي بتعرفي قطعنا فيه من أزمة واقتصادية وكورونا وثورة حسيت أنه هلأ رجعوا الإفنتات يرجعوا من جديد يرجع الطلب على الأعراس الكبيرة ترجع وكان في طلب كتير كبير فقررت أنه تريد بقلب الكلكشن طبعيتي بما أنه المرأة بفترة من الفترات راحت كتير على كنفي كلوذ قررنا شوي هكي نرجع نحط الـ وحكيت مع جانا يلي هي بزنس ديفلوبمينت كوردينيتر يلي وان افز ارغانيزرز وجامعتني بجانا كبارة يلي هي ومع بعد بنوا الفكرة وحطوني انكنتكت مع لي يلي كتير صار تعاون بيننا كتير حلو وبلشنا بفكرة كتير صغيرة هي تجاثر نسوين وطرابلوس لفكرة كبيرة اللي هو رانوي وفاشن شو ليه ليه قررت تشاركي ليه اسمك معروف كتير بطرابلوس أنا تعرفت عليك شخصيا وقلت لي ميكوب كمانا لايف هونيكي ليه قبلت بهذا الكولابوريشن وقدا كانت مهمة وشو اهميتها بالنسبة للك هل هي الفكرة أول شي انه مثل ما قالت مايا بعد الأزمة وهي كل الإفنتي تنطفوا سو قررنا نرجع نعمل شي لحتى نرجع تنينتنا نبين أسامينا ونفيد بعضنا أستوب بزنس وومن يعني فأنه هي بتقدر تستفيد مني وأنا بقدر استفيد منها وبنفس الوقت نعمل سوشل جاثرينج للليديز يرجعوا يعيشوا يرجعوا ينبسطوا تجاثر توقعوا عن شيء يحبوا اللي هو فاشن وبيوتي وتعملوا The Power of Shea راح ناخد فكرة عن الإفنت عملتوا هيك بفيديو صغير راح نشوفوا سوا منتابع ترجمة نانسي قنقر هيك كم ساعة قضيناهن سوا مع كتير من سيدات ترابلوس بيها الأوتال الرائع فيكتوريا بوتيك أوتال يلي عن جد لما منوصل هيك بهالحاي منتفاجأ مثل كأنه آيلند كلها فرح يعني ليه خطرتوا هالأوتال كمانا؟ خطرنا هالأوتال لأنه أول شيء هو أولاً هو كان كتير متحمس لا يتشارك معنا يعني هي ريلي وانتد أنه تهوزد إفنت ويكون مضمون معنا بهذه الكولابوريشن وخترناه هو بالذات لأنه كتير بيشبهنا كتير نيش جديد بيشبه أور برانتز تنيناتنا وشبابة 100% وفلاش وبوهو وشيك هكذا فحسنا أنه إنه بيشبه لنقدر نعمل أور إفنت أكيد وبيعطي فكرة كمان عن المنطقة جميل كل كور نرفي للأوتال عن جد زادة جميل على الإفنت بعد حقيقة وجميل التيب معيا خلينا نحكي شوي عن الكولكشن كلها ألوان كلها فرح كيف فكي صممتها المرة؟ أوكي خلينا نحكي نجنر بلش بمقايا مقايا اللي صار عمره هلأ تسع سنين تقريباً وكل كالكشن فيها بصراحة بتحكي عن فيز معينة قطعت فيها خلينا بلش بشاتويت 2015 يلي بالنسبة لقالي مقايا The White Light and the Darkness بلشت وهي كانت الأمل يلي خلقته أنا ومنكمل للـ The Power of She يلي هو الإفنت اللي عملناه من خلاله أنا أصدرت صيفية 2024 The Mayan Collection يلي هي بتعبر عن قوة وإرادة وأصرار كل مرة بمواجهة التحديات التبعولة مبين كمانا في كتير prom dresses أصدت هالشي يكون هلأ بهالفترة كمانا؟ مضبوط مضبوط لكل الإفنت لكل الأوكيجون وهون كمان بدي تمنشن أنه مقايا عندها الأتولياء الخاص فيها يلي نحن منصمم ومننفذ لكل ستيل أمرأة أو صبية وكمان شغلة بصيفية 2024 تتضمن أول تي شيرت رجالية خلقت بأتولية مقايا يعني رح تبلشي بلايم رجالي كله مصمم ومنفذ بلبنين شو الصعوبات الصعوبات اللي بواجهها بالإجمال الحمد لله وبوجه تحية للتيم تبعولي اللي دايما مسنديني ومعي لآخر ديقة كانوا في الإفنت وفي كل كالكشن خليني أقول العامل الوقت لما تكوني عم تعمل كالكشن تكوني بين التنفيذ وبين التحضير وبين ترضي كل الأزواء فكتير هيدا الشي بيلعب دور بس بيعمل شوية بيعمل استرس بس 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 الحمد لله ليا قررت تعملي live make up للمودلز ولألي كمان كان التنفيذ شي كتير حلو البرودوكشن كانت كتير حلوة فيها ريس كان شوي قدي حضرتوا لها الموضوع وشو حبيت تفرجي لأن الميكب ما كان ميكب عادي ترديشنل ميكب غير شوي عن العادي دفينتلي هلا الفكرة من هذا الموضوع هو أنه شوي تتشينج عن فكرة الباكستيج بالفاشن شوز أنه نقدر نعمل الباكستيج يكون in front of the people يشوفوا فعلا كيف الموضل بتتجهز وبتتحضر كميكب كترتيبات ككل هذا الموضوع فهو هو صعب لأنه بالنهاية كل العالم عم تحضر كور you're doing your own make up بس كان شيء كتير حلو لأنه بنفس الوقت people can see exactly قد ياخد تعب ومجهود هذا الموضوع عم نشوف الصور كتير artistic بتشتغلي artistic تشتغلي كلاسيك أكيد بالمكياج الارتيستي لمن بيكون وكيف بتقدر تلاحق هكي الترينز والديزاين الجديد هلا الفكرة من الميكب الارتيستيج إجمالا كتير صعب أنك تلاقي people for it يعني العالم ما كتير بتحبه عادة بس بجرب قد ما فيه أنا بيقدر الواحد يعمل شي artistic ويطلع عن النورمز يعمل شي غريب شوي وأكتر للتصوير للإيفنتات أكتر من أنه أكيد أعراس ومناسب ما بتخاف تغير الستايل حتى معي يعني أتي لابدو أغيرك شوي الستايل راني أنت رأي أكيد رأي ليا مع اسمك ومع خبرتيك قد تقدر تقنع لكلاينت أنه تشوفيها بغير طريقة وتنفزيلها هيدا الفيجن هلا أكيد أكيد الشخص بيبين من كاركتير أول شي إذا هي كاركتيرها جريئة أو منشجعها شوي تتجرأ وتعمل شي outside of her usual style إذا حسيت هي شخصيتها شوي مثلا رأي هزبة هيك ما حفوت فيها بقصص كتير جريئة أو كتير يعني فأكيد depending on the person مع الخبرة هيدا الشي بيبين ويتايم ما نو كتير صعب وبالأعراس بالأعراس لأ منفضل نكون شوي كلاسيك ما كتير نجرة لأنه جميل الفستان واللبس كله لا يكمل بعضه لي عملتي اسم كتير حلو بهال 12 سنة بمنطقة ترابلوس بميناء أنتو بتحبو تخصص للميناء تحديدا قديك أن حلو وصعب هذا الطريق وهالسنين وهيدي واليوم كيف قدرت تسبتح عليك الصعب هو لأنه مدينة ترابلوس يعني مثل ما كلنا منعرف أنه العالم الناس لبعض فيها فاللي صعب أنه أنت عن جد تبيني وتبيني قصص جديدة وكرياتي بهذه المنطقة بس لأنه شي جديد العالم تحمست عليه فأكيد كان شوي صعب بس بعدين مع الوقت العالم تعودت وصار خلص نحن مميزين بهذا البورت بتحبي تطلع برات المنطقة يعني اليوم مايا كمان صارت بكل لبنين وإن شاء الله قريبا برات لبنين قدي اليوم بركب تطمح أو عنديك أهداف أنه توسع أريدي شوي بنجرب بنوسع من هلأ بس أنه بطريقة خفيفة بس نقدر منجرب بيروت نطلع دبي من تايم لحتى ناخد اكسبوجر من كل أنحاء العالم دفنت مايا وين الناس اليوم بيقدروا يليقوا مقايا المين أكيد بطرابلس مثل ما بتعرفي الأتوليي وكل شيء سقطع الصب هيدا لطرابلس بسطة فكرة نهارت كان الامبيانس كتير حلو وأكيد ديستريكت فورتين ام بارت ديستريكت فورتين بالأشرفية كمان هونيك بستقبل الكلاين بناخد مجرمين وبيتنفس كل شيء بالأتوليي بطرابلس ومنرجع منسلم بديستريكت فورتين يعني يعني أونلاين أين مكان أونلاين أكيد كمان بتقدر تطلع إلى برا مايا لما طلعنا على المعارض بمصر بدباي وهيك فترة الأزمة تواس بس هلأ شوي شوي وإن شاء الله ويقررين إنترديوس وهيك ويقررين 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 البران رح تكمل كولابوريشن بركي من خلال الإفنت ويقررين في الماضي دائما أكيد في خطة لنقص دائما دائما أكيد جيد لك لكم عن جد من نشوف بحالنا فيكم بسيدات عن جد من ما شي يعني قدرتوا مثل ما قلت بالإفنت قدرتوا تتطوروا وتسبتوا حالكم وتكونوا موجودين بكل أنحاء لبنان وبمنطقة صعبة لكل لبنان مايا غندورة فاشن ديزاينر لبراند ماجايا أهلا وسهلا فيك ليا دندشي ميكوب آرتست موجودة بترابلوس حاليا وكل العناوين مرأت على الشاشة بدي لكم تانكيو كمان على الأوتفت هلأ وبالإفنت وأنا دايما معك عليك الحال مايا أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم برايكم نرشان اشتركوا في القناة